السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وهلا بكم سأحشبتكم نسيكل في الفيديو هذي بش نحكيه على أراء جديدة بخصوص قانون التعديل قانون الهيئة العلية المستقلة للانتخابات والنقاط اللي هي تثير الجدل نوعا ما نوقع شبكة مراقبون تعتبروا أنه تغيير تركيبة هيئة الانتخابات سيمس من استقلاليتها ومن مصداقية المسار الانتخابي شبكة مراقبون تعتبروا أنه ما فم حتى داعي لتغيير تركيبة الهيئة العلية المستقلة للانتخابات في هالفترة الاستثنائية هذية لأنه ذلك بش يترتب عنه مسيس حسب تعبيره وحسب وجهة النظر متاحة باستقلالية الهيئة ومصداقية المسار الانتخابي الكل يعني بيرمته وقبول نتائج الاستحقاقات الانتخابية القادمة ما هيش بتكون مقبولة ولا ما هيش بتكون عندها مقبولية من شرائح واسعة خليني يقول من الأطياف السياسية شبكة مراقبون تذكروا أنه تركيبة أو تغيير تركيبة الإدارة الانتخابية وأحنا توا مقبلين في فترة وجيزة على تنظيم استفتاء تقريباً أقل من ثلاثة شهور يعني مي وجواء وهو في خمسة عشرين جويليا في حدود في حدود النجم قوله تسعين يوم حاجة كما هكا هذية تعتبر شبكة مراقبون هذية والقانون هذية والقرار هذية مخالف للمعايير الدولية ويترح برشا مخاوف على مستوى استعداد الهيئة الجديدة وقدرتها على تنظيم هذا الاستفتاء وتنتقد شبكات مراقبون المرسوم عدد 22 خاصة على مستوى جملة من النقاط النقطة الأولى هي تعيين أعضاء مجلس الهيئة ورئيسها من طرف رئيس الجمهورية تقول هذا بش يضرب مفهوم الاستقلالية متاع الهيئة بصفة جوهرية والنقطة ثانية هي مجلس الهيئة المعين من طرف رئيس الجمهورية سيبقى قائماً لمدة أربع سنوات وهذه ما هو بش يكون مجلس مؤقت لتنظيم الاستفتاء والانتخابة التشريعية في فترة التدابير الاستثنائية فقط النقطة ثالثة تقول ترشيح أعضاء الهيئة من طرف المجلس القضائية والحال أن هذه المجلس مؤقتة مما يفقدها الشرعية اللازمة للترشيح لعضوية هيئة دائمة أيضاً تقول ما تمش اعتماد المعين المرتبطة بالخبرة في المجلس الانتخابي للترشح لعضوية الهيئة أستاذ القانون الدستوري كميل بن مسعود يأكدوا أنه تنقيح القانون متع الهيئة الانتخابة بمرسوم يقول هو إجراء غير دستوري ويقول أنه الرئيس هو اللي بش عين الهيئة وهو اللي يعني هو اللي بش يتحكم في هذه الهيئة اللي بش تشرف على اللعبة الانتخابية بما تفرض من مواصفات عالمية على غرار الاستقلالية والنزاهة والشفافية وهي مواصفات متنجمش تتحقق اليوم بهيئة يعينها الرئيس على حد تعبيره يبين بن مسعود أنه لو كان رئيس الدولة قيس سعيد غير معني بالانتخابة الرئاسية والتشريعية يمكن وقتها أنه نتفهم هذا التنقيح باعتبار وجهة مهيش معنية بالسباق الانتخابي لكن الوضع مش هك ينجم يترشح كيما ينجم يترشحش معنية ولكن هناك إمكانية ما هو لم يعلن أنه مهيش بش يترشح به قيس سعيد يعني تتوجه له دعوة من أستاذ القانون الدستوري كاميل بن مسعود إلى تغيير اسم الهيئة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ويقولوا بدلها هيئة الانتخابات تكور ولا الهيئة الرئاسية للإشراف على الانتخابات ما عادلش مستقلة ويقول أنه من حق أي واحد بش يشارك في الانتخابات القادمة أنه يقدح في نازهة الهيئة وفي نتائج أعمالها نظرا لتريقة التعيين وأنه الرئيس بيدو يعني هو اللي يعينه المؤتمر من أجل الجمهورية المنصف المرزوقي سابقا طبعا هو عنده حركة تونس الإرادة المؤتمر يقول وأنه المرسوم 22 يشرع لتزوير الاستحقاقات الانتخابية المقبلة هذا في بيان للتعليق على المرسوم عدد 22 ويقول أنه يعني هناك اتجاه لهدم دولة القانون والمؤسسات وبناء سلطة قائمة على حكم الفرد من خلال احتكار رئيس الانقلاب بين ظفرين كما هو يقول لكل السلطات داخل الدولة وتهميش بقية المؤسسات الدستورية والهيئات المستقلة ويعبر الحزب على رفض المطلق لهذا المرسوم ولي قالوا أنه يشرع لتزوير الاستحقاقات الانتخابية المقبلة وعدة نقاط أخرى يترق لها نلقاوا موقف أوروبي بعد الأعلان على الموقف الأمريكي بعد الأعلان على موقف الأمم المتحدة موقف الاتحاد الأوروبي يجي على لسان عضو لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الأوروبي يقول لا يوجد مبرر لمرسوم قيس سعيد بشأن هيئة الانتخابات عضو لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الأوروبي مايكل جولر يقول وأنه وطبعا هذا كان في إطار التعليق على المرسوم بتاع رئيس الجمهورية اللي يتعلق بالهيئة العلية المستقلة للانتخابات ويقول لقد أنجزت الهيئة العلية المستقلة للانتخابات في تونس مهامها بشكل جيد في عدة منصبات منذ 2011 وتم ضمان المصدقية والإدارة المهنية للانتخابات ولا يوجد مبرر موثوق به للمرسوم 22 اللي يقوض استقلالة الهيئة وهذا يعني خطاب أوروبي خطير قد يشير إلى أنه الاتحاد الأوروبي مثلا في الانتخابات القادمة ما هوش بشي يستعرف بهذه النتائج وربما يكون التصعيد حتى أكثر من هكا أنه ما يبعثش مراقبين للانتخابات به شو معنى يقول القائل شمنا فيهم ما عنا ما يهمهمش فينا وما يشرفوش على الانتخابات مش يشرفو يعني ما يراقبوش الانتخابات إنما رو هذا جرت به العادة ومعمول به في دول العالم أجمع هو أنه دول تشرف مش تشرف يعني بمعنى الإشراف بين ذفرين تراقب ولا تقوم بدور المراقبة المراقبة للانتخابات كما إحنا كنا عملوا انتخابات جيونا مراقبين من الاتحاد الأوروبي من أمريكا من الأمم المتحدة من دول أخرى إفريقية من مختلف الأطراف كما زادة ساعات التوينسة يمشي ويشرفو شخصية سياسية ولا رؤساء سابقين ولا دبلوماسيين سابقين ولا تكون عندهم خبرة في مجال الانتخابات يمشي ويشرفو عفوا ديما ما نقولش يشرفو يمشي ويراقبو انتخابات أخرى تصير في بلدين أخرى وهذا معمول به وهذا شنوه؟ خاطرهم بعد شنوه بشي يعملوا؟ هم بعض المراقبين دوليين مش يصدروا التقرير ويشهدوا بنزاهة الانتخابات وهذا يعني اعتراف دولي بنزاهة النتائج معناها وإذا كان رئيس فيز في الانتخاب تشكون فما اعتراف كبير به وكل شيء اليوم هذا الخطاب يعني مقلق جدا ونذكر وأنه هذا المتحدث كان زار تونس نهار 10 أفريل وفد برلماني أوروبي زار تونس نهار 10 أفريل وتقابل مع الرئيس وتقابل مع رئيس الحكومة وتقابل مع رئيس البرلماني المنحلة رجل الغنوشي ونائبيه الزوز واتحاد الشغل وعدد من المكونات متاع المجتمع المدى